شو ما جيرك الفرص تبقى جاهز؟ لا بالزبط بعد كده في الفترة دي يا كابتن مصر يدكوتي بقاعد مع شوفت السورة؟ اه دي انا محشيش وحضرتك كاس افريقيا فبرا لعبنا تقسمتين مع الدرجة الاولى يا كابتن كان لسه مصر يدكوتي قاعد يعني الفترة الشهرين مصر يدكوتي كان هو المتولي اه قبل التقسمتين دول ما عارش فيه ظروف كده كابتن لعبني بكريت اه كابتن نحمل مهر اه زي الحد قال له نجربه في الحتة دي اه من فضل ربنا برضو يا كابتن عصر انتكراه اه قديت بالصورة المطلوبة اه لعبت وحش جدا وحش لان انا وكملت في المكان دا كنت ممكن ماكملش في الكرة اه بس انا ساعتها كنت حزين طبعا لعبتوا اسوأ مبراف عياتي مين اللي كان بلعب عليك ساعتها لعبنا ماتش في بطولة المنطقة اه منطقة القاهرة اه المدرب العظيم اه اه هو اللي لفقت المنطقة مهم ان احكي لك يعني اه احكي بقى اه بس انا هاوت ساكي طولت احكي بقى عملنا تقسمتين انا كابتن الكابتن احمد ماد مع الدرجة الهود وكان حضرك موجود بقى والكابتن الخطيب وعباس والكابتن مختار تيم فول تيم اه وكان لسه طبعا من حظ انا ان كان لسه مستر ايدوكوتي مامشيش ام فبعد التأسيمة دي على مرتين يعني في خلال ثلاثة اربعة يام يعني ايه با تأسيمتين اه سبحان الله انا كنت كواس جدا في التأسيمتين اوي يعني ربنا بقى بيفتح حالك بقى طبعا ده رزقك اه هو ده الرزق والقدر انا نفسه كنت بستعجب من ايه اللي انا بعمله ده كنت بعمل حاجات عن عشان انت مراكز وصابر اه لا طبعا لا طبعا لكل مكتهد النصير طبعا اه بعد تاني تأسيمة وكما جوب برضو شيف عبد المنعم مواجمين يعني الخط اللي جوب حضرتك والكابتن الخطيب والكابتن شيف عبد المنعم يعني مجموعة جندة اوي وكان عباس مجموعة كبيرة اوي وفرق يعني ايه اللي انا كنت مخدود الحقيقة ايه طبع ده عبد الدكابات اللي الكبار دول ازاي بس الحمد لله ربنا وفا مصر هيدوكوتي يعني ما عرفش المعلومة وصلت للكابتن احمد ماد قال لي دلوقتي مصر هيدوكوتي مفسوط منك وعايزك تتمرم مع الدرجة الاولى على طول كده وانت مكنش نسا لعبة ما تشاهد ولا خالص اكت مع بداية الموسم تعفلت عشرين سنة اه طب وانت لما قالوا لك انت هتتدرب في الدرجة الاولى اول مرة دخلت فيها غرفة ملابس في الدرجة الاولى كان شعورك ايه انا مش يعني اه في حلم اه مش ايه الموقف ده انا متسعجب اه يعني اللي انت بتتمنى ده كنت فاكر ان في صعوبة لسه ولسه مشوار طويل وحتنجح اه اه بسابق بالرجل دوت مستر ديكوتي اه طبعا حضراك انت حضراك فاكر طبعا في بعض اللعبين تحت السن كان بتشترك وبتلعب ماتشات طبعا طبعا قال لي طب هو سابي اللعيبة دي كلها واخترك انت ليه عشان هو اقايز الحتة دي بالذات اه بس دايما نسكر الجملة دي التواضع بقى بتاع كبتين احمد بنا قال لي بس مستر ديكوتي بيفهم احسن مننا بيفهم احسن مننا هو صح يبقى انت كويس وانت حتلعب وعاز يديني السيقة شوية يا اخي الله الله يرحمك كابتين ماهر يعني شوف هو حللها ازاي يعني بيعترف ان الراجل ده بيفهم احسن منه ويوجد نظره صحيح لازم انت تشد يا حيلاك مش طبعا هدوكوتي وانا تنسب بقى كابتين تورج الفترة دي تمام مش هدوكوتي سافر وخلاص قال لك مش هدرب راح هدرب ده بقى مش في السعودية مش فاكر بقى ونسيوني بقى وراجل قال لك ده يلعب ده راجئولة محدش تم بيه طب وكابتين احمد ماهر كان فيه موجود الموسم بقى الموسم كامل يا كابتين والموسم اللي جاي بعديه بقى تمام انا حظ كويس لو تتذكر حضرتك مين اللي كان سرد باكين ساعتها في الفرق عندنا كان فيه اسام عباس ومحمود جابر حشيش كان اصغر مننا الفرق التحقيق ومار عبد الغفار دكتور مار عبد الغفار وهشام غالي اه كان موليد تسعة وخمسين كان معنا برده كان فيه زمان حاجة غريبة جدا بيعملوها في الكورة موليد بداية من واحد تمانية يلعب سنة زيادة ايوا انا ستاشر تمانية اضرب شهدات لا خلاص اخش يعني من اول تمانية كبت بياخد بيلعب سنة اه فيه لعبة من دور يعني شهر مثلا شهر سبعة خلاص مشي من يعني شوف ربنا اداني الفرصة تانية 16 تمانية جينا قبل ماتش المنصورة اللي لعبته ده اه ده الاول ماتش اللي لعبته ده طب انت هنسيت نقولك الهاجة انت جبت الجزمة بتاعتك من ايه من واحد صاحب بس كانت دايقة كابتن اتعذبت الله العظيم كانت صغيرة هل كنت اول مرة تلبس الجزمة؟ اول مرة اتبت جزمة الكورة وكانت دايقة عليك كانت دايقة جدا انا عايز العب بيها كابتن عايز ابقى شكل حتى بقى الشكل وحش هتوسع هتوسع برضو السنة دي بقى كابتن حظ كويس انها خدت سنة زيادة واحد سنة واحد وتمانين بقى وجيت يوم الثلاث فاكر انا متذكر طبعا فيه حاجات الواحد ما هننساقش كان فيه تدريب بقى طلعت تدريب درجة الاولى اه وكان فيه مشكلة كان بعض اللاعبين يا كابتن ما حضروش تدريب المنتخب ما عارش ايه السبب كان منهم الكابتن مصافى يونس اه واعتقد اربع اللاعبين ممكن يكون حضرتك او كابتن مش فيه انتنساك كده بس انا بفكر في ميلة واقف الفترة اللي هو كابتن جوري تولى فيه او كان كلتشاي لا كان كلتشاي لسه كان كلتشاي ده موسم واحد وتمانين اتنين وتمانين اكابتن واحد وتمانين ده كان قبل مباراة اهل وزمالك لا يعني في هنلعب المنصورة اه بالزبط فحصل الواقف ده كابتن فقاله طيب احنا نكمل هات محمود ده هاتو يتمرن مع الفرقة لان بس احنا احنا الاربع اللي هيبكوا التانى مش فاكر مين يا كابتن بس منهم كابتن مصطفى يونس لانها التخط عشان هو بعد عن اله لا بس احنا واحد وتمانين ثمانين كنا موجودين التانى والحطين والحطين موجود حضرتك طبعا بس احنا مش متسكة مين اللي توقف بس ده الحراس تقريبنا توقفوا لان كانوا في احمد ناجي اولى حضرتك التشكيل عدل محمود باكرايد ونومي رمام وعلي عبد المنعن باكلف كمان بقى مع راشا مش فاكر لعب اربعة او ست لعبين يا كابتن كويس مين بقى في نص الملعب لعب بقى كان الكابتن شاط ما كانش بيلعب لعب كان الكابتن محمد عامل ما كانش بيلعب لعب وفاوز سكوتي لعب ده بقى اذكر الاسماء دي يعني انا لعبت المباراة دي هنا ولا ما لعبتش انا مش متسكرة اعتقد ملعبتش اعتقد ملعبتش قالوا لك هتلعب مكان لا التامين بقى يوم الثلاثة يا كابتن لسه في التمرين انا برا التقسيم وورا الجول وورا الجول انت حكات الجريبة ايو يا اخ فاكر انا ومجد امام كان جاي من السكة ومحمد حشيش وقد يقوم وورا الجول احنا بقى واقفين كده ومعانا مين؟ الدكتور مفتر برهيم الله يرحمه الله يرحمه الدكتور مفتر قلتولي كابتن طب دلوقتي احنا كان عندنا ماتش فرقة 21 سبتونيش دي هنا وروح الالعبه المكافر 15 جين انا بعيد هال 15 جين قلتولي كابتن 15 جين ايه حرام هالي تقطع في جده في جلدي اه والله اكد قال لي يا اخ ان شاء الله ربنا كريمك تحوض انت لو لعبت الماتش قلتولي عفيد انا برا برا الفرقة خالص في فرقتين موجودين في الملاعبه اليوم ما حصل الوقف ده تقريبا في الاربع الخميس ما عاربش اه او يوم التلات مش فاكر بالظبط هاتوا الوقت ده بقى لعبت انا بقى كده اول مرة نكسب تلاتة سفر المنصورة كتفيلة كبيرة جدا وكان فيهم لعبه كتير دوليين مش عقف الشال ومحمد بدير لا تلاتة سفر انا لعبت الماتش ده لعبته طبعا اه لعبت الماتش ده تلاتة سفر لعبته اه اه هاوز سكوتي جاب جول وهقولك مين تاني جاب محمد عباس جاب جول ممكن ومحمد عمر جاب جول ممكن اه لان فاكر الماتش ده انا اللي شغلني اللعبة كده مش شغل مين يلعب اصنع ماشي قالولك ايه بقى فجئت ازاي انك بقيت في التيم محرمش بقى كبير مين يبلغك اعتقد هو كان موجود في الفترة ديت كان لك شابه هو الموجود اه فؤاد شعبان كانت فؤاد شعبان والدكتور المفتد بقى وكان الله ارحمه كابتن حازم كرم ايوه اه وكان طبعا الكابتن حاسن حمد من دي للكو طبعا بس كابتن ما قال انا بعد ما طلعت التانيين قال لي خبالك قالول انك هتلعب فرصة عمرك بقى لما قالك انت هتلعب ده بره التشكيل بش في الحتة بش في الفرئتين وقال لك اعمل حسابك انك هتلعب الماتش اللي جاي في المنصورة كان يوم الجمعة بقى حتى مين ده يوم الثلاثة ايوه ماتش الجمعة على طول قضيت الثلاثة ايام دول ازاي قبل الماتش في منتها التوتر ازاي احكينا بس اناك انا عندي ميزة اه اناك عندي ثقة فنبس لما دي طول عمرك كده انا عارف اه وده بيبنى في لعبك في الملعب بالزبط تمام عندك هدوء نفسي اه دي الحمدلله كانت فيك ده فضل من ربنا اه فانا كنت يعني قلت كواسن جات لفول صد اه نمت قبلها نمت قليل جدا مش كثير على ما اتذكر يعني كده وانت داخل بقى اول مباراة اللي هي مباراة المنصورة في قمة السعادة بقى وانت قاعد كده لما تبسي التشيرت وانا قاعد معاكو في غرفة الملابس دي وقاعد وعملا بصلكو وبتاعو معايا فلان والكابتن والكابتن هل بقى في الفترة دي مخفتش؟ لا مخفتش خلص؟ لو خفت مش هكمل يا كابتن نعم فدي نقطة مهمة صح مهما كامل مستواك الثقة بالنفس دي أساسي لقبت مباراة المنصورة اه لابتك واسأول على احمد شاكر على احمد شاكر اه الله يرحمه لقب دولة جبيرة الله يرحمه اه لا الله يرحمه احمد شاكر بعد المباراة مني اللي قابلك وكلمك وقاللك انا متهالي ان احمد ماهل اول واحد كلمك طبعا بعد الماتش مش كده؟ وكابتن فؤاد شعبان ودكتور مفتد رهيب قالولك ايه؟ كويس محمول كويس الحمد لله ربنا وفرقك احنا كنا اول مرة نكسب المنصورة في المنصورة من فترة طويلة وكاننا صفرة كده اه نكسبناهم مرة واحد صفر بجورن الخطيب انما وتعادلنا بعدها واتغلبنا بعدها في المنصورة انما المباراة دي انا فكرها اه تلاتة وكانت نتيجة تيلة جدا على المنصورة بالزبط يعنصوح لعب دولي وصورت فرج الله وبدير وصعد صليت صعد صليت لعب دولي وفرج ورحمة شاكل والشال اه لا لا كانت لعيبة كل ذلك اللعب دولينا كانت طبعا 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 بعد المباراة انت مخلصت مراوكس من تلاتة وانت راجع في البارس اللي انت فكرت فيه هو كنت بتمنى ان انا قلت خلاص بقى يعني هزا موسك في الفارس ولعبت بالجزمة دايقة ولا كنت اخدت كنت اخدت جزمة كان عندي جزمة بومة كان مسلمها للنادي مش متزكة ولا انا اشتريتها بقى يمكن لا 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 كان في الفترة دي كان النادي بيجيب جزم للعيدة اه انا لعبت بجزمة بومة بجزمة بومة وتعودت لحد ما اطلت طلع بالجزمة بومة والشاحلو عليك بقى بالزبطة فكرت في المكافأة ساعتها لا فكرت فيها لما مسكتها بس كانت المكافأة اقول له حضرها كانت كانت اول مكافأة اخدتها في النادي كانت كان انا اول جنيه ما احتفظ بيجيب لا مانسبك بالجنيه الماتش لا اول مكافأة اخدتها في ايديك كده وحسيت ان انت عملت حاجة كويسة اقول لك انا الشهرية الشهرية بتاعتين فكالشهرية كانت كانت اتنين واحد وثمانين؟ كانت كيرا، ثمانين جنيه ثمانين ده ثمانين جنيه لإيه؟ للي هو اللي اللي لسه اللي بيلعب المرحلة الأولى اللي أنا متذكر أقولها لك أكبر أه اللعيب عشان ياخد المئة جنيه لازم يلعب ثمان مباريات رسمية فأنا أول ما لعبت قال له هتاخد ثمانين جنيه أعملت تفكر ده بحاجات إيه؟ أه، قلت هلعب الثمانية إيه؟ كان صاحب أه وكابتن بص عشان يزاودك بـ 20 جنيه عشان الناس تعافنا إحنا كنا صابرين قد إيه؟ طبعاً، طبعاً يعني أنت كنت كابتن مصر وبتاخد مرتبك مين جنيه في الشهر أه وموجود الكابتن خطيب والكبار بقى كابتن ثابت والكابتن الكرامي ده يرحمه كابتن ثابت طبعاً من يومها من سنة واحد وتمانين لحد سنة التنين وتنسائين وأنت أساسي في تيمي النادي الأهلي أه الحمد لله طيب إنت لما لعبت بعد المباراة الأولى المنصورة لعبت المباراة التانية بقى لعبت لعبت بقى أساسي لعبت أه لعبت وأنا متذكر عملت حاجة كويسة يا ريكورد ببعض وكابتن أنا أول 18 ماتش لعبتهم مع النادي الأهلي أو 17 ما دخلش فينا جوان تخيل؟ ما دخلش فينا أقول مين كان جول كيبر؟ ثابت الله الحمه ولا أكرامي؟ لأ كانوا يبدلوا كابتن أه مين حيلعب ومين ما يلعبش؟ شوبر دخل بعديهم كمان شوبر كان بيتمرن شوبر من 9 صباحين بيتمرن مع النادي أيوب بالزبط أه ولعب أول مباراة 84 84 أه ربنا وفقه بعد كده أه كملت بقى بعد الفضل الله يعني كلت شاي لعبتنا على طول ده بعد لعبتك على طول معقولة طول 12 سنة أو 11 سنة ما غيبت شوها لتمرين يا محمود؟ ما غيبتش خالص؟ أنا أصابت قليلة كابت أه ما غيب الإصابات جاتلي مع توقيت المنتخب 84 جالي جالي كده بسيط في الرقبة ماتش الإسماعيلي السبعدت من منتخب كابلعب في كولدوفوار بالزبط اه 86 86 روحت المعسكر وكنا بنلعب هرا كنت موجود طبعا ايو طبعا كنت موجود معا في كابت المنتخب اه ولعبت المتشاط أساسي على فكرة المتشاط الحبية برضو حاجة غريبة جدا أنا كابتك لاتلي حاجة في بطن رجلي كده ديت مقدرش حط رجلي على على الأرض وكان الله يرحمه والدكتور مصرح الشقاوي كان هو الله يرحمه طبعا طبعا وقال لي يا ابن انا انا مش عارف انت كانت كل حاجة فيك سليم الإشعاعات سليمة العظم سليم العضلات كلها سليمة كان أملاح اه متحللتش يا كابتن وتم استبعادة في الفترة دي انا كنت حلعه بأساسي في المصر اي منعارف اده فاكر ان كالبريموسف متعور يعني بكلم دي الفترة حاجة غريبة جدا 84 انا روحت المنتخب الكابتن اول سنة موسم لابت 1882 اتخذت منتخب مصر وكان في معسكر في المانينا وتتذكر حركة الموجود ايوه كان كرامر كان موجود معا كابتن فاتح انصير بابي مستر بابي مش كرامر كرامر كان معنا 74 هو كان اصلا جاي مع كرامر هو بابي اه هو كان موديل فانه عملنا انا اتخذت في الفترة ديت ام يعني بعد ممكن عشر مطشات ولا حاجة اتخذت في منطقة مطش ام بس ده ده بابيلك سوء للحظ لما ربنا يعني توفق في اتجاه والتجاه تاني اكي ده 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 انا لعدت 12 مطش ده ولقلالين طبعا الفترة انا لاته طبعا بس عفاك المطشوات الدوليك هتقوليلي جدا زمان ايو ما انتشافين مدبرات كتير اه الدورات هي اللي الدورات المجمعة اه يعني بالزبط اه طيب اتفو